السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناتي مطبخ توتي لو اول مرة بتزوريني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل ليصل الكل جديد اول باول ولايك وشير هنعمل النهاردة مع بعض عصير لذيذ قوي مختلف اه ممكن تستغربيه شوية لكن لو عملتيه ودقتيه هيعجبك جدا جدا زي ما عجبني هنعمل النهاردة عصير النعماع بالجوافة عصير مفيد كله عناصر غذائية مهمة بيقوم البرد وبيقضي على الجرسيمة اللي بتصيب الجهاز التنفسي يعني ده عصير كده رشدت عشان البرد جرابيه بطريقتي وان شاء الله هيعجبك جدا واحنا شغالين في الفيديو هقولك بقى على فوايد العناصر الغذائية في الحاجتين في الجوافة وفي النعناية عشان تعرفي قدي المشروب اللي احنا هنعمله ده او العصير اللي احنا هنعمله ده مفيد جدا هو مكوناته بسيطة جدا انا احتاج جوافة انا قطعتها وشلت منها البزور خالص عشان محتاجش ان اصفي العصير واحتاج طبعا سكر ومية واحتاج اوراق نعناع النعناع بقى انت عايزة تقطريه شوية عايزة تقليليه شوية دي حاجة ترجعلك بس بصراحة انا لما قطرت النعناع عاطاني طعمة حلوة قوي قوي يعني بازن الله لما اتجربيه هتدعيلي على المشروب الجميل ده طبعا احنا في الشتاء محتاجين مشروبات سخنة لكن محتاجين عصير من الفجهة بيكون فيها فيتامينات تقوم البرد فالعصير دوت جميل قوي الجوافة فيها فيتامين سي واه احنا لو اكلنا جوافاية في اليوم هي بتكفل جسم من جميع العناصر الغذائية. آآ الجوافة كمان فيها فيتامين ايه اللي بيحمي الابصار من الضعط. كمان الجوافة فيها حمد الفولك المهم من المرأة الحامل. هنا انا حطيت نص لامونة. لو حبت عصيري لامون او لو هتركيني العصير ده عصيري له نص لامونة علشان الجوافة بتغمق شوية. علشان يفضل محافظ على لونه الاخضر الجميل اللي احنا عملنا. آآ نبتزي بقى الخطوات هو العصير جاهز عندي انا يدوق احطه في الخلاط واخليطه مع بعض. ادي درق الخلاط بتاعي. هحط فيه اوراق النعناع. انا بحب اقصها كده بالمقص. مقص المطبخ دوت كمان بيساعدني في حاجات كتير. ياريت يبقى عندك منه. بيبقى اسهل من التقطيع بالسكينة. آآ هقطع بقى النعناع حتة صغيرة كده علشان لما آآ اضرب العصير آآ تتقطع حتة صغيرة. بصوا قلصاق بتاع ورق النعناع ده. لو طري حطيز مفيش مشكلة. لكن لو ناشف شوية بلاش. عشان لما تيجي تشربه ما تلاقيش حاجات كده آآ تدايق اثناء الشهر. بعد ما ضفت بقى النعناع آآ هضيف بقى الجوافة. انا قلت لكم ان انا شلت منها البزور عشان اشرب العصير على طول. محتاجش ان اصفيه. طبعا الكميات حسب عدد افراد الاسرة. انا هحلي بسكر. لو حب انت تحب اتحلي بعسل. دي حاجة ترجع لك. انا حطيت معلقتين. انا عاملة شوب كبير. احب اتقليلي برضو دي حاجة ترجع لك. بس احيانا الجوافة بيبقى سكرة وقليل شوية. وانا بحب العصير يبقى مسكر شوية بصراحة. هضيف بقى المياه. وهبتدي اخلط في الخلاط. هنعم جدا بقى عشان اوراق اللي نعناها تنعم. وعشان الجوافة اللي انا حطيتها تنعم كمان. عشان العصير يبقى خفيف كده اثناء الشرب. شايفين لونه تحفة ازاي? وطعمه حلو جدا جدا جدا. ممكن الناس تستغرب ان انا حطيت نعناع للجوافة لكن بصراحة عطى طعم خرافي. النعناع كمان بيهدي مهدئ للاعصاب. وبيعالج عسر الهضم. وبيعالج القولون. في ميزة في النعناع كمان انه بيقضي على الجرسيم اللي بتسيبه الجهاز التنفسي. يعني اللي عنده كحة وكده بيقوله شرب نعناع. يعني احنا النعناع اللي حطناه في العصير ده هيساعد على تهدئة الجهاز التنفسي. كمان آآ النعناع بيقوم البكتيريا والجرسيم اللي بتسيب اللاسة. كمان النعناع بيخفف من عسر الهضم. الجوافة بقى كلها فوائد كتيرة جدا. بتنظم ضغط الضم. غنية بالمنجنيز اللي بيساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية. بتحارب الشايخوخة عشان فيها فيتامين اي وبي وسي. آآ بتعالج الامساك ودي معلومة استغربتها لما جبت فوائد الجوافة. لانها عندنا فكرة ان الجوافة بتعمل امساك لكنها بتسهل عملية الهضم. فبتتعالج الاسهال. آآ طبعا الجوافة آآ فيها فيتامينات آآ للعناية بالبشرة. طبعا اهم حاجة في الجوافة انها بتعالج السعال ونزلات البرد ودي الحياة المشروب اللي احنا محتاجينه. في الشتاء. حاجة يعني يعني اهم من ستين في الجوافة لما جيت اجيب من الجوجل آآ الفوائد الجوافة والنعناع. يعني الجوافة بتعالج السعال ونزلات البرد. والنعناع بيعالج آآ الجهاز التنفسي. يعني المشروب دوت صحي ومفيد جدا في الشتاء. لو انت ما بتحبيش المشروبات البرد في الشتاء لأ اشربي المشروب ده هيعجبك جدا. شايفين شكله حلو ازاي? انتهت وصفتي يا رب بتكون عجبتكم. هسيبكم مع بعض صور من وصفاتي في القناة. واللي ما اشتركش في قناتي مطبخ توتي. يشترك ويفعل زر الجرس على كلمة الكل ليصلوا كل جديد اول باول ولايك وشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.